ردود على الإشعاعات اللي بتطلع على مصر كل ده كله تجمع عارف لمصلحة مصر جيف كله في أسبوع واحد كده الناس قلت لك لا الرئيس راح فينه خلي بالك كمان كان فيه رد قوي جداً جداً من الخارجية على الجانب التركي وما ننسى السنة في الفترة دي فدي حاجة برضه من الحاجات اللي الواحد ما ينساش أبداً للخارجية والدبلوماسية المصرية وده بقى التوجه اللي احنا بنقول عليه اللي احنا عايزين نكمل عليه يعني احنا عايزين نطلع بالنتائج حلوة أو نستفيد من الحصل الأسبوعين اللي فاتوا لا فيه حاجات كتير اعلان بدأ الشعب بدأ يشوف البلد بدأ يتحس كمان إيه لا احنا عايزين نعمل توجه جديد ونزبط الناس دي اللي خرجت خلي بالك برضه موضوع تصفح السيد الرئيس عن منظومة البطاقات والتنوين والحلات دي ده اللي أنا بتكلم فيه اللهم أنا بتبحب نفسي ده اللي أنا بتكلم فيه ما تلقوش أنا متابع الموضوع بشكل شخص ومفيش حد حيدار أنا كمان أنتوا عملتم معايا إيه لازم أرد أه أترخيركم هو ده كمان حق الناس يا سيد محمد طبعا في المقام الأول حق الناس بس هو أنت كنت بتمر بظروف صعبة وهو الأخر ووصلحة اقتصادي نبص بقى لنفسنا بقى فالناس بقى بتإيه هتحس بقى الواضح كده أن فيه تغيير في كل حاجة واضح أن الدنيا بدأت تزدهر كان الرسالة الأساسية البلد وقفت على رجلها إيه اللي حصل لمصر بالعكس ده طلعت أكثر قوة وصلابة